فيلم الساحر للنجم محمود عبدالعزيز نجح بشكل كبير وحقق أعلى إرادات في السينمات وقت عرضه بس كان فيه فنانين تنين في الفيلم قدروا يلفتوا انتباه الجماهير زي مينة شنبي وحمودة اللي كان بيحبها في الفيلم تعال أقول لكم حكاية سر النجار اللي ما كانش بيعرف يقرأ عربي كويس واختفى فجأة في عز نجوميته ويطرى شكله بقى إيه ورح فين بعد 22 سنة من عرض الفيلم وهتشوفوا كمان صوروا مع زوجته وبنته الوحيدة خليكم معانا لآخر الفيديو سر النجار اتولد سنة 1976 في الإسكندرية ودرس الفلسفة في الجامعة الأمريكية وبعدها سافر إنجلترا ودرس المصرح ولما رجع مصر شاف إعلان في الجرائد عن فيلم جديد للمخرج أسامة فوزي اللي كان شافه أكتر من مرة في مصرح الجامعة الأمريكية ولما قبله طلب منه يشارك في كاستنج مكون من ألف ممثل لفيلم جنة الشياطين مع محمود حميدة وقدر سر النجار يقنع أسامة فوزي بموهبته الكبيرة واختاره لدور عادل البهيمي صديق محمود حميدة في فيلم جنة الشياطين سنة 1999 واضطر أسامة فوزي يعمل بروفات كتير مع سر في مكتبه في وسط البلد لأنه ما كانش بيتكلم عربي كويس وبعد ثلاث أسابيع قدر سر النجار يتمرن وقدم الشخصية بإتقان كبير كمان قدر ينفت انتباه محمود حميدة اللي أكد له أنه مشروع ممثل كبير بشرط الاستمرار واختيار الأدوار المناسبة وبعدها اقتنع بتمثيله المخرج يسري نصر الله واداره دور فوكس الحلاء في فيلم المدينة والفيلم خد جوائز عالمية كتيرة وبدأ الجمهور يعرفه والكل توقع له نجاح كبير وفي سنة 2001 كلمه المخرج ردوان الكاشف وطلب منه يشارك في فيلم الساحر قدام محمود عبد العزيز وما كانش سر النجار مصدق نفسه وكرر يعمل شخصية حمودة بيع حمص الشام بطريقته الخاصة وكمان قصة حبه مع منا شلبي اللي كانت بتقدم أول دور في حياتها كل الجمهور أشاد بيه بالرغم من وجود بعض المشاهد الجريئة ورد فعل الرقصة زيزي مصطفى كان غريب يوم العرض الخاص للفيلم لأنها لطمت على وشها وقالت حجتي ضاعت وسألت محمود عبد العزيز إزاي وفقت على مشاهد القبلات فقال لها الطميني ده كله تمثيل في تمثيل وده بحسب كلام منا شلبي في أحد البرامج التلفزيونية وبعد النجاح الكبير لفيلم الساحر بدأت تجيله عروض كتير لدرجة إنه مضى فيلم خريف آدم وديل السمكة للعملاق وحيد حامد والمخرج سمير سيف اللي اختاروا لشخصية سيد البطش حسونة وصاد عمر واكد والفيلم نجح بشكل كبير بالرغم من إنه محققش أرباح كتير في السينيمات وقت عرضه وفي سنة 2009 كان مسافر سري في رحلة للسوين وتعرف على بنت جميلة وبقوا أصدقاء وقدرت تخطف قلبه فكرر يتجوزها وكان متعاقد على بطولة مسلسلين أردنيين وهم مهاجي الأجاويد ومخاوين ذيب وخد سري أصعب قرار في حياته وهو الهجرة بر مصر وعاش سري مع زوجته في فنزويلا وبعدها استقر في ستوكهول وأنجب منها بنته أحيدة وسمها زفية بالرغم من اعتراض زوجته لأنه كان شايفه اسمه مختلف ومش منتشر في أوروبا وتواصل معاه المخرج أسامة فوزي من جديد علشان يعمل بطولة فيلم بالألوان الطبيعية بس سري اعتذر له وأكد له إنه هيستقر في السويد ومش هيقدر يرجع مصر واشتغل سر النجار في السويد في مجال الرسمة على الزجاج وقدر يعمل براند هناك وكمان عمل ورش تمثيل للشباب علشان يطور من أدأه وبعدها بقى بيدرس تمثيل في أكاديمية خاصة به وبالرغم من إن سر النجار مستقر من 15 سنة في السويد ومزرش مصر إلا إنه بقى ترند أكتر من مرة بعد انتشار صوره على السوشيال ميديا واتصدمنا من ملام حنة غيرت جدا وشفنا صوره مع صفية وزوجته السويدية وبعد التواصل معاه أكد إنه ما بيفكرش يرجع مصر ولا يرجع للتمثيل بسبب ارتباطه بشغله في السويد وبسبب ضعف الكتابة بنتمنى كل التوفيق للفنان سر النجار اكتبونا في التعليقات أكتر شخصية عجبتك ليه في أعماله ترجمة نانسي قنقر